اشتركوا في القناة السؤال الاول بيقول لي اذا سألك احدهم وقال ما احب الاعمال اليك قل الخير السؤال ماذا تقول في معلمك خير رجل بيقول لي اعرف ما تحته خط على الترتيب الولانية طبعا انت هو بيسألك عن احب الاعمال فانت قلت الايه الخير اي الخير احب الاعمال الي فالخير هنا ايه هتبقى مبتدأ لسه هيخبر عنه اما السؤال التاني لماذا تقول في معلمك فانت قلت خير رجل اي معلمي خير خير هنا مش هي المبتدأ هي الخبر يبقى على الترتيب الاولى مبتدأ مرفوع والثانية خبر مرفوع الاجابة الف سين اتنين بيقول لي ليس بناء وطنه الا المخلص ليس المؤمن بناء عن الخير طيب هنا بيقول لي كل اسم تحته خط طبعا الاولانية بناء الهمزة همزة قبلها الف مد فده اسم ممدود اما بناء اصلها نائي والياء حزفت لانه مجرور بحرف الجر وفي حالة نكرة يبقى الاول اسم ممدود والثاني منقوص الاجابة رقم جيم عندي بعد كده ثلاثة ان من اقبح المعايب عارة ان يمن الفتى بما يزديه ان يقدمه بيقول لي عايز هو المحل الاعرابي لان يمن اللي هو المصدر المؤول ده طيب انا عندي انها انها فين اسمها بيقول لي انها من اقبح المعايب طبعا ده اشفي جملة مش هو الاسم طب هل عارة هي اسم انها لا طبعا اقبح عارة فده تمييز اسم نكرة بعد اسم التفضيل اما الايه اللي من اقبح المعايب عارة اللي هو من الفتى من اقبح المعايب يبقى هي في الاساس اسم انه يبقى في محل نصب اسم انه لجابة به احبا انا ساعدونا احبا انا ساعدونا طبعا الاولانية الهمزة مرسومة على السطر فمعانا كده انها منصوبة طب الاسم هيتنصب ليه في اول الكلام هل هو مثلا ما فعل به لحاجة ولا لا طبعا هنا اصلها يا احبا انا يبقى ده مناده منصوب انما التانية احباؤنا ما لهم ساعدونا ده الخبر بتاح يبقى الاولى مناده والثانية مبتدأ مرفوع رقم خمس حدث ما كنا نرجوه لنسعد لا يكن الرجل لا يكن الرجل لنا الحقدة لينتقم اعراب الفعلين طبعا الاولانية حدث ما كنا نرجوه لنسعد هل اللام دي لام جحود عشان قبلها ما كان طبعا دي حدث ما كنا يعني الذي كان وليس نفيه طيب هل دي لم تعليل نشوف كده حدث ما كنا نرجوه كي نسعد يبقى دي لم تعليل طب والتانية لا يكن يعني يخبق الرجل لنا الحقدة لينتقم اي كي ينتقم يبقى الاتنين كلهما لم تعليل يبقى الفعلين منصوبين الاجابة دال عندي بعد كده خرجت فاذا المطر حدد المحذوف في الجملة جوازا هل اذا دي اذا الشرطية لا دي بيسموها اذا الفجائية خرجت فاذا المطر اي اذا المطر مال المطر منهامر مثلا او ساقط يبقى المطر هنا مبتدأ الخبر بتاعها محذوف جوازا لان انا ممكن اكملها وهو القرجت فاذا المطر منهامر مثلا يبقى الخبر هو المحذوف قال الشاعر يضيب الرعب منه كل عضب كل عضب فلولا الغمد فلولا الغمد يمسكه لسالة الخبر في الجملة يضيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالة طبعا الخبر عن دي المبتدأ الاول هو كلمة الغمد طبعا الناس بتروح بقى على طول ان اللي بعد لولا الخبر دايما محذوف هل ده القاعدة مظبوطة طبعا لا لابد يكون الخبر كون عام فهو بيقول فلولا الغمد يمسكه لسالة غمد الس في ان يمسكه لسالة يبقى الغمد ده المبتدأ هل فلولا الغمد موجود ولا ولولا الغمد يمسكه لسالة لان الخبر هنا ليس كون عام اللي جاب به جملة يمسكه لسالة قال الشاعر شكى الي جمالي طول الصورة اللي هو السير ليلا يعني صبر جميل فكلانا مبتلى حدد سبب حذف المبتدأ طبعا المبتدأ فين طبعا شكى الي جمالي طول الصورة صبر اي صبر صبر جميل فصبر هو مصدر ينوب عن فعله او الخبر مصدر يؤدي معنى فعله الاجابة رقم دال قال الشاعر دعي الايام تفعل ما تشاءه وطيب نفسا اذا حكم القضاء المصدر الصريح من حكمة طبعا حكمة دفعا ثلاثي حكمة مصدرها حكما او حكمة اللي هي الاجابة رقم الف بعد كده رقم عشرة قال الشاعر وما انتفاع وما انتفاع اخي الدنيا بناظره اخي الدنيا يعني الانسان اذا استوت عنده الانوار والظلم انتفاع طبعا مصدر للفعل طبعا الماضي منه انتفع الفعل الخماسي يبقى الاجابة جيم قال الشاعر كلام النبيين الهدات كلامنا وافعال اهل الجاهلية نفعله كلامنا الاولانية وافعال التاني طبعا كلام النبيين الهدات ما له هو كلامنا يبقى الاولانية خبر طيب هل افعال ديت معطوفة لا طبعا وافعال اهل اهل الجاهلية نفعله اي نفعل افعال اهل الجاهل تقديمه تأخير فافعل هنا مفعول به مقدم على الفعل نفعل عندي بعد كده طباطوك في عاملك غير مستحسن غير مستحسن طباطو اه هو عايز رسم الهمزة طباطو الطاق مضمومة والهمزة نفسها مضمومة يبقى مضمومة وقبلها مضموم فترسم على الواو تلاتاشر ابصرتو سماء صافية عند اضافة كلمة سماء الى الضمير هتبقى ابصرتو ايه اه طبعا هي منصوبة فلما بتكون منصوبة بترسم على ايه بترسم على السطر دي كده منصوبة دي كده يا شباب مرفوع ودي كده مجرورة ليه على نبرة او علياء يبقى اختار انا الاجابة رقم الف ابصرتو سماء انا صافية اربعتاشر يستخدم الفلاح الفأسة عند الجم طبعا الفلاح الاول هتبقى الفلاحون فيابانت خلاص طبعا هي الاجابة رقم به بس هي الفؤوس فؤوس بترسم الهمزة على نبرة او علياء قال الشاعر هو حسان وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقده نوع الواو في الماضون طبعا الماضون ده اسم مجموع جمع اللي هو اصله الماضي هي مجموع جمع مذكر فهي واو الجمع اللي جاب به ستاشر قال الشاعر صادق الوعد صدق حر ولكن قد يرى وهو مخلف الاعادي ميز الاعراب لصادق هل هي صادق دي خبر يعني صادق الوعد صدق هل ده معنى تم ولا هي صادق نفسها خبر لمبتدأ تقديره هو يعني هو صادقه آآ طب هو صادق صادق الوعد آآ آآ يبقى ده اسمي فعل عامل طب هو بيعمل عمل مين عمل فعله يعني كأن هنا في فعل يبقى صدق هنا آآ مصدر للفعل ده يبقى هي مفعول مطلق اللي جابة جيم عندي بعد كده أفاهم أخاك الدرسة الجملة خطأ والصواب بتاعها طبعا افاهم آآ اخوك اعتبقى هي الفعل تبقى مرفوع يبقى افاهم اخوك المرفوع بالواو والدرسة المفعول به طيب عندي بعد كده المعلم مستقبل من طلابه بحفاوة باكرام يعني وتبجيل المعلم مستقبل طلابه بحفاوة طبعا الاولانية مستقبل هو المستقبل هو اللي الناس بتستقبله من طلابه يبداية اسم مفعول انما التانية هو المعالم هو اللي بيستقبل يبداية اسم فاعل يبقى اسم مفعول واسم فاعل دال ظلت القاهرة كبرى المدن سكنا آآ كبرى طبعا ده اسمه تفضيل والناكرة بعد اسم التفضيل بتعارب تمييز منصوب الأم عظمى النساء قدرا طبعا مزا جمعتها جمعة سالم هتبقى الام هتبقى الامهات عظمى عظمى هنا مضافة المعرفة فيجوز انها تبقى عظمى زي ما هي ويجوز انها تجمع فنقول عظميات يبقى الام عظمى النساء قدرا او عظميات يبقى الاجابة التانية والتالتة الاجابة دال بعد كده بعد كده يا جماعة المؤمن اهتدى عند صوق اسم التفضيل من الفعل اهتدى تصير الجملة طبعا عندي المؤمن اهتدى ده اكثر من سلاسف حاجيب فعل يناسب زي اشد اللي هو جايب هالي ديت والمصدر الصريح او المؤول من اهتدى طبعا عندي هنا الصريح يبقى اختار اهتدى اهتداء يبقى المؤمن اشد اهتداء من غيره يقولوا تعالى ولا تهنوا ولا تحدنوا وانتم الاعلون وزن الاعلون طبعا الاعلى ودي الوهو النون كانت على وزن الافعل ودي الوهو النون بس الاعلى الالف الرابعة تحزفت يبقى شيل اللم من هنا يبقى الاعلون على وزن الافعون الاجابة باء قال الشاعر كل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شمهاتات الحسادي ما تحتو خط طبعا غير هنا اه ده استثناء تم مزبط يبقى هتعرف اسم منصوب على الاستثناء وما بعد غيره بتبقى مضاف الي على طول يبقى اختار جيم اسم منصوب على الاستثناء ومضاف الي خالى الفصل من الطلاب ما خالى الطالباء خالى الاولانية بمعنى فرغ خالى الفصل فالفصل هنا فاعل تصف بالخلاء وما خالى بعد ما خالى بتغرب مفعول به يبقى فاعل ومفعول به جنيت محصولة التكملة فدان قطن فدان قطن بالاضافة وقطن تمييز ولا فدان من قطن خلى التمييز مجرب من ولا فدان قطن خلىها مضاف وما نونش طبعا فدان عشان التنوين لا يجوز مع الاسم المضاف ولا كلها صواب طبعا هنا كلها صواب لان التمييز في حالة التمييز الملفوظ يجوز جرب من او بالاضافة هو جابه ده تمييز منصوب وهنا جابه جره مجرب من وهنا بالاضافة عندي بعد كده الوزن الصحيح للمصدر الذي تحته خط رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة طبعا ايتاء اصلها اتاء الرباعي زي امن كده فالهمزة الاولانية تكسرت والهمزة التانية تحولت لياء والالف اللي في الاخر تحولت لهمزة يبقى ايتاء على وزن افعال الاجابة الف ميز الفرق بين الفعلين الذين تحتهم خط من حيث التمام والنقصان بدأ العالم يتجه نحو السلام العادلي بدأ العالم خطوات جادة نحو السلام العادل طبعا بدأ الاولانية بدأ العالم العالم مالو يتجه ده الخبر فده فعل ناقص ده اللي عليه الخبر اللي هو الجملة الفعلية انما هنا بدأ العالم خطوات خطوات طبعا مفعول به يبقى الاولاني ناقص والتاني تام. لو انا عايز استخدم الا ان فعل الجنس مكان لا يوجد احسان دون ثواب. يبقى عام في احسان فحقول لا احسان دون دون ثواب. يبقى لا احسان هاسف دون زرف دون ثواب. لا احسان دون ثواب. هل انت كاسي الفقيري حلة. طبعا اعراب الفقير وحلة. طبعا كاسي هنا بالياء مش محزوفة يعني مش مش عاملة. او ان هي مضافة لمعمولها. يبقى كاسي الفقيري طبعا ده مضاف. لكن حلة لان الفعل بينصب مفعولين منصوبة على الايه? على انها مفعول به. يبقى الاولى مضاف والتانية مفعول به ثاني. اللي جاب به. اخر سؤال معنا. قال تعالى اليس الله باحكام الحاكمين. كلمة احكم. طبعا الباق اللي هي الباق الزائدة اللي بتيجي في خبر ليس. يبقى خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا هي الاجابة. طبعا ان شاء الله نكمل السلسلة ديت من حل الامتحانات او الاسئلة الشاملة في فرق النحو من كتاب الاضواء. انتظر دعمكم وان شاء الله مكملين مع بعض. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. 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 شكرا.